الدرس الرابع واللي هنتكلم فيه بقى عن الدونجريد أتاكس طبعا كنت يعني بعمل في أحد القطاعات المصرفية وكان دايما يجي لنا بشكل دوري تحديث البروتوكولز اللي احنا بنستخدمها مثلا في الميل سيرفز ان احنا فيه بروتوكولز معينة يجب ان احنا نشتغل بيها في عملية مراسلتنا مثلا مع صندوق النقدة وما الى آخره والامر ده كان امر يجب ان يتم اتباعه بشكل كبير جدا لان عندي انواع من البروتوكولز زي ما احنا شايفين في ال TLS بروتوكولز والSSL بروتوكولز انواع قديمة من البروتوكولز يلجأ اليها الاتاكر لان طبعا خلاص بقت مكشوفة وبقت مفضوحة فيلجأ اليها الاتاكر ان هو يعمل شكل من الاشكال الملنزمي دي الاتاك على سبيل المثال زي ما احنا شايفين في الصورة التوضيحية ويبتدي يشتغل على بروتوكولز قديمة زي ما احنا شايفين في عندي بروزر والبروزر ده بيربط على مثلا أبليكيشن على سيرفر والمستخدم بيدخل عن طريق البروزر ده عشان ياخد أكسس على الأبليكيشن الموجود على السيرفر ده باستخدام بروتوكول معين لو البروتوكول ده بروتوكول منخفض في الحماية ومنخفض في التشفير وزي ما قلت مفضوح أمره زي أشكال TLS version 1 والTLS version 1.1 و 1.2 وبعض SSL versions فهنا ممكن الأتكر أن يكون موجود في وضعية الملنزة ميدل ويستفيد من الأمر ده لأن بالنسبة له ده أمر سهل وبسيط سيمبلر نوعه يشتغل على بروتوكولز قديمة ومفضوحة ومكشوف أمرها وخلاص تم التعامل معها وأصبحت vulnerable أصبحت نقطة ضعف ويكنيس في النظام أنا برشح لك تول أنا اشتغلت عليها بشكل شخصي وهي الاسكريبتو تول دي طبعا بتساعدك بشكل كبير أن تبتلي أنك مثلا على كل سيرفر تطبق التول دي وتشوف إيه الابليكيشن إيه السيرفر دي إيه البروتوكولز القديمة اللي موجودة عنده واللي بيتعامل بيها في ناس طبعا بتلجي أنها تتعامل من خلال الريجستري لكن أنا بفضل التول دي لأن فيها أداة أنك أنت تقدر تاخد باكب من الريجستري سيتنج قبل ما تشرف أنك أنت تشتغل وتعدل أيضا اللي بيدعو بعض الأماكن أنها تظلت تتعامل ببروتوكولز قديمة وعليها توصية بأن يتم استغناء عن خدمتها أن يكون عنده اولد أبليكيشن عنده أبليكيشن قديم مفيش عليه دعم مفيش سبورت عليه والأبليكيشن بيتعامل بسيكيروتي سيتنج دي فهو شايف أن هو مرغم أن يتعامل بنفس البروتوكولز القديمة ودي طبعا بتحتاج منك أنك تعمل بتحتاج أن انت تجتمع مع الإدارة عندك في أنك انت تقول أنا أنا حبتدي أوقف التعامل بالبروتوكولز اللي موجود عندي أو بالس اس البروتوكولز أو بالس اس البروتوكولز القديمة فإيه من الابليكيشن ممكن هو يتوقف ايه الامبكت اللي ممكن يحصل عندي لازم يتخد قرار لأنه طبعا وضعك أن أنت تترك الأمر برمته وتترك الأمر كما هو عليه دون أن انت تاخد اكشن ده هيكلفك في المستقبل أخطار كبير يعني ما زلنا بنقول أن الابليكيشن القديمة اللي هي اوتف سبورت والابليكيشن اللي مالها السبورت والفي ام اسكيب زي ما احنا يعني اتكلم في المستقبل الفي ام اليتيمة او المصادر والابليكيشن اللي موجودة عندي اللي هي ملهاش استخدام وأنا متمسك بهذا الأمر دون أن انا اخد اكشن ده حيترتب عليه مشاكل كبيرة جدا ممكن ينتج عنها التاكس وينتج عنها جرائم الكترونية والمصطلح ده بيقع تحت عنوان الداون جريد التاكس لأنك بتشتغل على بروتوكولات منخفضة من حيث السيكورتي ومن حيث التأمين فطبعا احنا بنرشح التول دي بشدة هو طبعا موضوع يكسر الكلام فيه لكن هو موجود معنا مونوز ترجمة نانسي قنقر مونوز اشتركوا في القناة